تجود بالخير من الريح المرسلة هي الريح المرسلة بتجود اه مش احنا عارفين ان الريح حينما تأتي بتسوق السحب طيب الريح لما بتسوق السحب ايه اللي بيحصل بينزل المطر اللي هو الغيث العام طيب الغيث العام والمطر ده بينزل على المسلمين بس ولا بينزل على البشر بس ولا بينزل على الحيوانات والزروع وبيسيب الاماكن اللي هي صحرة ما فيها الزروع ابدا الغيث العام ينزل على من يحتاجه ومن لا يحتاجه هكذا جود رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يعطي المؤمن به والمسلم وكان يعطي من لا يؤمن به ولا يسلم يعني تخيلوا يا جماعة العطاء والأخلاق الطيبة بتعمل ايه يقول صفوان ابن قدامة لقد أعطاني النبي ما أعطاني وإنه لمن أبغض الخلق إلي ما كنتش بحبه فما زال النبي يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي في مرة سدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء له رجل بهدية والهدية دي شملة النبي صلى الله عليه وسلم لبسها بسرعة وطبعا لو أنا أو حضرتك جت لك هدية ما بتلبسهش بسرعة أمام من أهداك بها إيه هيقول أنت محتاجها ما عندك شي النبي صلى الله عليه وسلم لما جت له الهدية كان محتاج إليها فلبسها صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة جاء وقال يا رسول الله أعطني هذه الشملة فقال النبي نعم حاضر نعم والنبي صلى الله عليه وسلم ما رد إنسانا في سؤال أبدا بل قالوا ما قال النبي لا إلا في تشهده حينما يقول لا إله إلا الله قال له النبي نعم وخلعها النبي وسواها له طبأهال كمان ثم أعطاه إياه الصحابة ينهرون ويقولون تطلب هذا من رسول الله وقد علمت أنه لا يرد سائلا وانت بتقول له هتها عشان عارف إنما بيقولش لا سألته إياها وقد علمت أنه لا يرد سائلا قال نعم سألته إياها لتكون كفني كان مراده أن يتكفن في شيء لبسه رسول الله لقد كان النبي ربما عاش في نفسه عيشة الققراء لكنه يعطي عطاء يعجز عنه كسرى وقيصر أعطى رجلا غنما بين جبليل ترجمة نانسي قنقر